في مثل هذا اليوم من عام 2011 وتزامنا مع انطلاق أولى الضربات الجوية للتحالف ضد قوات القذافي والتي بدأتها فرنسا بالاستناد على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحماية المدنيين في ليبيا عاد الأمل من جديد لثوار السابع عشر من فبراير في تحرير كامل البلاد من قبضة الدكتاتور وبعد قمة الإليزي التي جمعت قادة وديبلوماسي القوى الغربية أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولاس ساركوزي استعداد قوات التحالف لبدء حملتها العسكرية في ليبيا وتدمير دفاعات النظام السابق والقوات الموالية له وفي مثل هذا اليوم أيضا دمر الضربات التحالف رتل الموت الذي كان متمركزا على مشارف مدينة بنغازي استعدادا لدخولها ليتبعثر في جميع الاتجاهات مما أفسح المجال أمام الثوار للتقدم نحو العاصمة طرابلس يوم التاسع عشر من مارس 2011 شهدت بنغازي أيضا سقوط طائرة الشهيد فخر الصلبي التي انتلقت من قاعدة ابنين الجوية لتدافع عن أهالي المدينة فيما لجأ قاتل مداخل بنغازي الغربية إلى وسط المدينة خوفا من قذائف كتائب القذافي طلعنا سيبني حاجتنا في الحوش يقصفين من الليل من الفجر يقصفين لثورة السابع عشر من فبراير حكايات يسردها من عاصرها للأجيال القادمة يحكي فيها بطولات ثوار أبو إلا أن يضحوا بأنفسهم من أجل الوطن علها تكون عبرة لهم ورسالة مفادها بأن لكل طاغية نهاية